سبقه الخير عليكم و اهلا وسلم بكل زوار قناتي لو انت زي حالاتي كده يعني تقدر الله و ما شافعل الحرق عندك بطيق وبتزيدي من اقل حاجة بتكليهة بتلاقي نفسك تيخينتي او زدتي في الوزن بسهولة جدا فانصحك بشدة بالوسائل المساعدة الوسائل المساعدة انا ما قصدش بها طبعا خالص الادوية او اي حاجة كيموية او اي ادوية تتاخد باع في الصيدلية انا ما نصحش بها نهاء استراحة عمري ما جربتها و ما نصحكيش ان انت كمان تجربيا انا بقصد بالوسائل المساعدة ايه الوسائل المساعدة حاجات طبيعية زي مشروب شيل بقدونس اللي عملناه مع بعض قبل كده او اللف التنحيفي لو انت عندك سمنة موضعية زي كرش او هنش او جناب او اي حاجة تقدر تستخدم اللف التنحيفي لو انت مش عايزة تنزلي خالص او ايش الرمان ايش الرمان دود انا عايزك بس تنزلي الاقرب عطار عندك وسألي عندك ايش الرمان هاي لو قلك اه قوله بكم الكيلو ايش الرمان اللي انت بترميه في الزبالة دوت الكيلو بتاعه بتمانين جنيه تمام ترموش في الزبالة تاني بقى ايش رمان فوائده طبعا انا مش هلغي كتير في الفيديو عشان محدش اشفيه ناس كتير بتداي من القطالة في الفيديوهات تقدر تبحاثي على النت وتشوفي فوائده الجبارة بجانب انه بيخصص بيساعد جدا على الحرق هقولك على حاجة ايش رمان ده شكله طبعا هو فريش تمام زي ما انت شايفها كده اكيد طبعا عارفة شكله وهو فريش ده شكله بعد حوالي 12 او 15 ساعة من بداية تكفيفه ده شكله النهائي بعد ما بيتجفف خالص تمام شفتي مراحل شكله ازاي وانصحك على فكرة يعني ان انت تنظفيه كويس لانك لو سبتي في حاجات زي كده اه اسنا مرحلة التكفيف بتلاقيها عاملة عفن حواليه طيب هنجفف ايش رمان ازاي اول حاجة ايما هتجففه بالطريقة الطبيعية انك هتخرجيه برا في الشمس وده بياخد منك حوالي 3 ايام بس غطيه بحاجة اه غطيه بحاجة يعني مصفة او منخل سلك او اي حاجة يعني يخش منها شوعة الشمس بس في نفس الوقت تحميها من الحشرات والدبان او اي حاجة ممكن تقف عليها هتسيبيها هيوصل للمرحلة دا كده زي ما انت شايفها ناشف جدا ولونه بيغمق كده على فكرة طبيعي جدا ما فيش اي مشكلة مش معنى كده انه باص لونه بيغمق كده ده الطبيعي بتاعه تمام وبعد كده اه بيتجفف معاكي تماما اه حوالي 3 ايام او هتغذيف الفرن وتولع الفرن على البطيق خالص الدنيا دخل على الشيطة هيو مش مشكلة هتولع الفرن على البطيق خالص لمدة اه اربع او خمس ساعات على او طحاجة خالص بيتجفف معاكي في يوم واحد تمام وبعد كده بتغليه تطحنيه طحن خفيف جدا او يعني اه تكسريه بايدك يا فضل انك تكسريه بايدك بتجيب الكنكة زي كده بتطحنيه طحن خفيف جدا بتاخدي منه حوالي معلقة اهي معلقة كبيرة بتحطيه في الكنكة بتحط عليه كوباية مية متين ملي وبتسيبه بالزبط ربع ساعة على النار هاديا جدا يغلي او يستحسن تلت ساعة يعني اكتر سيبيه على النار هاديا جدا يغلي براحته خالص وبعدين هغليه وارجعلكه وبتشربي منه كوباية هغليه وارجعلكه ووريكي شكله ايه وبتشربي منه كوباية بعد الغدا بس انا يعني انصحك نصيحة شخصية يعني انا من خلال تجربة شخصية انصحك انك تشربيه بعد العشار ليه بقى لان انا اكتشفت انه بجانب ان هو بيساعد على الحرق هو كمان بيساعد النفس جدا فانت لما هتشربيه بعد الغدا فبالتالي بيطول يعني بيديك احساس بالشابعة مدة طويلة وبيطول معايد ان انت تتعش فيه فبتلاقي نفسك من بعد الغدا الحد معايد العشار مدة طويلة جدا على ما تحس ان الجعينة فبالتالي هيخليكي تتعش يوم تأخر انما لو انت خطيه بعد العشار هيبقى حلو جدا 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 وبالذات للناس اللي هي بتجعب الليل وحنا دخلين على الشتاء هيبقى جميل جدا جدا للناس اللي بتجعب الليل وفي نفس الوقت هيخليكي ما تجعب بعد العشار هيخليكي مش حاسة خلص ان الجعنا بعد العشار هغليه وارجعلك عندي هنا بعد ما غليته على النار ادي الكوباية انا غليته الصراحة لمدة نص ساعة خليته يغلي خالص طبعا تصفيه بس انا مش مش مالكة صفيه دلوقتي بتفضي الكوباية بتاعتك بتصفيه ادي شكله لما تغلى بيكون ده لونه والقشر الرمان اللي كان لونه اسويت بتلاقيه رجع ابيض فحمر تاني اللونه الطبيعي وطبعا كل الخلاصة بتنزل في المية بتاعته وبتشربيه زي ما قلت لك اشربيه بعد العشار احسن تمام او عايزة تشربيه بعد الغداء اللي يريحك المفروض ان الوصفة انه بيتشرب بعد الغداء بس انا شخصيا بشربه بعد العشار بيريحني جدا وبحس ان هو بيسرع معي الحرق جدا وبيساعدني في التخصيص جدا اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبك ولو عجبك الفيديو عملي لايك وشير لاقيه حتى حسن ان الفيديو هيفيده واشوفكم في فيديو جديد باذن الله سلام عليكم